بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب ندينا نعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منه بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العين الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بندة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتموا عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقردين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحده بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يَنْشَعُ فِي الْحِنْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَابِ غَيْرُ مُبِينَ وجعلوا الملائكة الذين هموا عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أَمْ آتَيْنَاهُمُ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمُ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمُ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَانَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقصمون رحمة ربك نحن قصمنا بينه معيشته في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خيرا مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وصررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبعس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقنون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتلين فاستخف قومه فأطاعوه إنه كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقرنا منه فأغرقناه أجمعين فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قوك منه يصدون وقالوا أهالياتنا خير أنه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هو قوم خصمون إنه وإلا عبد أنعلنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكه ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهو لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتها وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتنذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين وناذوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم مبلى ورسلنا لدهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فظره يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو يعلمون ولئن سألته من خلق به ليقولن الله فأنا يؤفقون وقيله يا رب إن هؤلاء قول لا يؤمنون فاصبح عنه وقل السلام فسوف يعلمون